هلا والله شباب طبعا اليوم رايتي بمقطع جديد من لعبة كروتوبيا وليون المقطع بيكون يشارح عن الإيفنت الجديد او ما يعتبر إيفنته بس خنسمي إيفنت اللي هو اسمه بلاير أبريهشن ويك او اسبوء تقدير اللاعبين طبعا دال الإيفنت ممكن يكون افضل إيفنت في اللعبة من ناحية ثلاث يوال اللي يعدلونها فيها هذا إيفنت سنوي كل سنة يساونا يكون مدة سبعة يوم في كل يوم يكون في تحديث جديد ينزلون فيها ويعدلون على النظام في اللعبة ويعدلون في اللعبة فمن شديد الناس واجد تحب هالإيفنت وانا منهم يعني هاي يمكن افضل إيفنت عندي يعني لان ما يعتبر إيفنته باعي يعني مو نفس السمر والوينتر لا ده إيفنت غير عنهم ده يكون في تعديلات في اللعبة طبعا في تعديلات تكون غالبا يعني تجد تقول 90% من التعديلات تكون يعني زينة لكن بعض في تعديلات يعدلونها تسوي اللعبة أخص فاليوم بنتكلم عن ثلاثة أيام أو ثلاثة تحديثات تجد تقول في المقطع خم بدي حين ونشوف شنو الأشياء بتكلم عن كل إيفنت كل يوم بروحة يعني بحول أفصل بينهم عشان تعرفون شنو اللعبة صار من البداية طبعا اليوم الأول اللي نزل فيه كان التعديل اللي هو دهني لو تجير تشوف من الاسبيات يعني تجير تتميزهما حين دهني كان في اسبيات وشي تدي فتجير تتميز يعني دهني كان في اسبيات وشي تدي فهاي التعديل يعني يعتبر عادي مو شي مهم فهدا الشي الأول اللي نزلو كان يعني شي مهم في اليوم الأول أوكي وبعد نزلو شي ناس واجي يمكن يحبونا لكن أنا أتشوفه شي عادي اللي هو تريد هستري فيكون كل شي حين تسولي تريد مسجل شنو اللي تريد ويمن والتاريخ بالضبط في العالم بعد فكل شي تسولي تريد بيكون مسجل ماري هل بيكون مسجل للأبد يعني من اليوم الأول إلى عقب يعني سنين ما بيروح أو بيكون يعني مثلا كل اسبوع يتجدد أو شي تدي له تريد هستري فماري صراحة وشو أضعه بالضبط فالمهم هاده هو تريد هستري وبعد ضافه اللي هو الشي الثالث ما اليوم الأول اللي هو قايد لوكس اللي هو الناس اللي تدخلوا تطعف للقايد فهدا هوني قرن نشوف بعد الناس اللي الدخلوا والناس اللي انطردوا من القايد وشي تدي يعني هاي مخصص بس للقايد وصار يعني بعد في نفسه صار في إذا أي شي تعديد في القايد تسوي مثلا بدلت النظام في القايد أو بدلت الكتابة موات القايد بعد تسجل في القايد لوكس لهم هني فكل شي يستجل إذا غيرت مثلا هني تشينج ذا قولت سس ستيتمنت ات ومكتوب الوقت والتاريخ فهوهدا هو مو شي واجب مهم بس يعني هاي اللي ضافوه في اليوم الأول طبعا ضافوا ايتمات و بلكوت واجد ما وقدر اتكلم عنهم كنهم لنا بيطول المقطع فبنختصر بس للأغراض أو الأشياء اللي تعدلت في اللعبة في السيستم نفسه فايه المهم خلص نحن من اليوم الأول ما في اشياء واجب مهمة بس هاده هو يعني اشياء زينة فالشي الثاني اللي ضافه هنيها مثل ما نشوف عدلة وعلى العالم وهي الشي يعني بيفك ازمة على الناس على اللاعبين او يعني في ناس يمكن يحبونا ونوس لا انا اشوف في سلبيات في ايجابيات لكن انا هالسيستم واجد واجد حبيته فمثل ما نشوف هنا طبعا في كل سبامر هنيها كل العوالم من السبامر فقضوا عليهم تقالت قولي حين تسعين بالمئة قضوا عليهم هالسبامر وفتكينا منهم او مو سبامر قصدي ما الكازين اللي يحطهم بوتوت فايكون يعني بوتوت بس شون تدخيل العوالم فالنظام القديم كان نشوفوا النظام القديم كان تمام لكن له البوتوت مالكازين وهم اللي مخربين عليهم وكل ما يتبندون يرجعون فحاليا هني صار التوبوردز فصار العوالم اللي عدها هونرز فحبا بيرتفع اسعار هالعوالم والهونرز فالمهم فهاي اللي ضافه هني هالتوبوردز ما يطلعون فيه الا العوالم اللي كانوا هونرز مثلا بيرير نام فما بيطلعون فيه الا التوبوردز هونرز 118 فهادا هو خلاص فتكينا تقريبا عوالم الكازينو فتكينا منهم فوهني هالثاني ما يووردز هدا اللحس ما لا يدعي ليش ضافه ما ادعي ما يووردز الا اخضر يحطون عوالم عشوائي لو انت تختارهم يعني هنيها مثلا بيكون واجد افضل لكن لا وهنيها البعض شي حليو يعني له اخر عوالم انت دخلتهم بالترتيب بعد فبايفيدورا توفيند اكس جولدن بيست عرب بايرير نام بالترتيب بعد هاي الشي واجد تمام بعد هاي اخر عوالم دخلتهم يكونوا موجودين في الصفة الثالثة فهدا اتشوفه من الاشياء يعني ثاني افضل شي ضافوه في التحديث بعدا بنتكلم عن افضل شي بعد فهدا اضافوه في اليوم الثاني وخلني اتذكر بحايل يضافو شي ايه وضافو شي بعد نسيت اقوله في اليوم الثاني ان بدون ما تسوي معناش اتشوفه شي غبي حين تقارد تطبعن هاي الشي اللي ما يدري اذا تضغط هاي وعلى وما تستفهم يطلعون لك اه الاشياء فضافو منهم اوكي ضافو منهم هوا ده اف اي اول المهم هو ده هو ضافو عشان دان حط عالم فيفرات تضغطها بعدا تكتب العالم المهم شي غبي ونفس الشي بعد اضافوا بدل ما تدخل للفرند وتسوي مثلا شدي فاضافوا بس اللي هو شخطة بعد ان تكتبها انا فرند او شي شدي بس مو حصل انها وبعد ان تكتب اسم الشخص بعد ان تشوفها شي غاب يعني التقاري يعني بس تروح مثلا الشخص اللي تبب تشيلها تشيلها من الفرند المهم هاي اللي اضافوها في اليوم الاول والثاني واليوم الثالث اللي احنا بتكلم عنا ولا تشوفها افضل يوم يعني منو حيث الايتموات اللي اضافوها او مو الايتموات الاشياء اللي ضافوها يعني التعديلات اولا الشي اللي هو رينش يورس خلنا نراويكم طبعا هاي الشي بعب مني هني تقرون تلغطون سلاش نيوز تعرفون كل شي جديد فهني ها نقدر نشوف الاشياء اقتقاد تقول اخبار اللعبة او المعلومات اللي اجيبها تقريبا تسعين بالمية من هني سلاش نيوز بس تقرأ وتقرأ فهني اذا تقرأ طبعا اول شي تشوف النظافة او غروت او كنويتم بعدها منشوفهم اه فمثل ما نشوف رينش مينيو هيتوه حين ضيفين المصور المقطع عقب التحديث يمكنه بخمسة وعشر دقائق فمو كل شي بالضبط اعرفه فبقلكم كل شي موجود اهني لوقن فيقلك لهو عدلوا على الرينش مينيو حين برويكم اياه والشكل ما لا صار خطير افضل من اللي قبلوا بواجد فكوا ازمة يوم حطوه وبعد اه مايوورت هنيها بعد عدلوا في المينيو بعد ان برويكم اياه والسوشال بورت اللي هو مال الفرند والجولد ودلين عدلوا فيهم فخان بدي اول شي من الستور نشوف الايتمات طبعا هنيها عدلوا فيه بس مو ماري اللي هو ما من عدلوا فيه هنيها في اليوم الثالث كوميونيتي هوب ودا فالشي اللي ضعفوهم بنتكلم عنهم من الايتمات الوحيد اللي ما نتكلم عنهم اللي هو هاتمات م mechan الأيدي قنابيل وطوب مجفت مرئة هاتمات م сделали أعلمات مركها المهم ليو مماري الله كوميوني ولهي ما نشوف شكäischen لتو låدي sehewać وهي هجو كما يحل bolt لتو استعم Narrable ليو منا 못 اaxy كلاود فما ريش صراحة وضعهم ولا ايتموت هل بيكونوا جيدين ولا لا لكن حاليا من الشكل تقرر تقول انه سيئين اضافة طبعا هاي اوتامونت جدد اللي هو فنقرقان هاي جديد ده اللي ما ريش وضعهم يعني هلا و ايتموت فالمهم خنروح للشيئين افضل شيئين اللي هم صاروا اليوم اه في الثلمان تشوف اه رنج مايسالف اه رنج سالف هادي هي فبكون هاي فاك ازمة الصراحة كان شكله سخيف وواجد ضخم وتشوف يعني اللي هو لستة كبيرة واشياء يعني واجد وما تقل يعني ساعات تضيع بينهم لكنها حين كل شي يعني ضبطوا له مثلا تويتل هاني عندك وبعد ايدد كولد بور ال ايدد شسمها بيل بور يسمها سيت أولا سيت أولاين سيت أولاين الموما هاي اللي ما من فيها ده النوتبوك كولد نوتبوك غولاند دكووزز فاي غولاند دكو اضافو ففوك ازمة الصراحة لانه كان الشكل يعني اللي قبل كاريه لكن حاليا يعني واجد عدله عليه او مو يعني مو مثل ما تشوف واجد عدله عليه والشكل واجد افضل هنا هنها مارفلوشن نقله من كون الى جهات الفرندي لهني اللي هو السوشال بورت نقله لهني وبعد اشوفه افضل يعني انه نقله هاي بعمل الاوتوانات الجديدة اللي نزلوها واخر شي اضافوه لهو ماي وورت وهنا هون ماي وورت زهني ده اوكي طبعا ده كل سنة يعدلون فيه لكن هالسنة تشوفه يعني شي من زمان الناس بعد كونه اللعبين يتمنونه واشوان عدله عليه يعني لهو ماي وورت نحن بس تضغط عليه يطلع عليك كل العوالم اللي انت يعني حط فيها القفل وتجير تدخل لها بس تضغط عليها تجير تدخل فاخر نتشوف ندخل فاي ايه مثلا بس تضغط علي العوالم على طول ينقلك له فهالشي يعني واجده تشوفه اه زين خصوصا للناس اللي حتم عوالم واجد احيان بدل ما تعول راسك تروح تشوف ان خصوصا انا اضيع في العوالم مثلا عندي عوالم واجد ماركا من عالم فاذا تدخل على العوالم تضيع فيهم ساعات فازين النظافة وهالشي حين بس تضغط واتدخل طلعا كما تشوف بس سريع وما يتعطل عليه وفك ازمة الصراحة انه بالنسبة لي يعني اتشوف هالشي واجد واجد تاوام النظافة لانه يعني خصوص طلا النوس اللي عدهم عوالم واجد وضيعون فيهم فهالشي بيكون واجد مفيد فبس يعني هاي الاشياء اللي ضافوها لليوم الثالث فحطوا في بالكم بعد في باقي اربعة ايام واحتمال بعد ينزلون نقرو تاوكن ايتم جديدة وفي بعد تسريبات انه كان في اثنين لجندري ايتم بينزلون واحتمال كبير انه ينزلون يعني هالشي تسرب ومو مسرب موثوق لكن انا اتشوف انه احتمال يعني 99% انه بينزلون لكن بعموش اكيد من لعبة ما نزلتهم فما في شي اكيد فنزلوا هال اه اللي يسربهم قال انه وسرب تقريبا الحدث كامل قبل لا يزل اللي هو الجندري اول اول اللي هو البومة ولي جندري دستروير فما يندر اشلون بيكون شكلهم وكم بيكون سعرهم فا ايه هذا هو هذا هو اليوم الثالث الأشيال اللي ضوفوها طبعا ما تكلمت عن كل شي لانه بطول المقطع تكلمت عن الأشيال مهمة بس في ايتمات واجد ضوفوها ما بقنات تكلم عنها كامل لانه بنتطول فا يوم الجمعة احتمال بعد يكون الكارنفول وبينزل رنج جديد هاي بعمل التسريبوت فا ان شاء الله بافتح بثي دمدوني وبنقل نلعب في الكارنفول وبعد بتكلم عن الايفنت اكثر هناك على الأقل هناك يعني ببث لمدة اطولة ياخر روحتي هنيها يعني وقت كثير عندك ما قدر اتكلم واجب فيه فالبث اخر روحك كافضل اوكي طبعا هاي الشيرت بعد والكلاود ما فيها تحكي لها موري صراحة تحسها غريبة فاليفكت مولها الوحيد بس يرد تحرك فهاي اللي اللي يطلع منها فموري الصراحة هاي الشي اذا عجبتكم او لا انا اشوفها عادية فالمهم قريب ان شاء الله بعد نرويكم الايتبوت طبعا انا بنزل المقطع بسرعة ما يمدي ارويكم بعد الانيمي هير الجديد مول التوكن ان شاء الله المقطع الجاي اذا حصلت احد من ربع يشتروه رويكم اياه لكن احينا بنزل المقطع بسرعة عشان ما نتأخر ف المهم بس كان هايك المقطع لا تسأل لايك الاشتراك ونشوفكم في المقاطع الجاية اشتركوا في القناة